موسيقى عناوين الأخبار رئيس الوضراء يؤكد بأن الجهاد التي تتدعم بأن الحكومة تستخدم البجعة في تيجراء لأغراض سياسية بأنها إشاعات وخالية من الحقيقة المتحدث باسم الوزارة الخارجية يقول أن إثيوبيا ستعمل على إعادة جميع مواطنيها لعالقين ببراكز الاحتجاز في السعودية السلام عليكم مشاهدين الكرام إليكم نشرة الأخبار من التلفزيون الإثيوبي قدمها عليكم فورك آنس أبرزت الرئيسة الجمهورية سهل واركزاودي أهمية تمكين المرأة في مجال القيادة لتحقيق النمو وإذدهار البلاد وأدلت الرئيسة بهذه الكلمة خلال منتدى استضافته منظمة القيادة السياسية النسائية بالتعاون مع نائب العمين العام للأمم المتحدة وحددت الحلول التي من شأنها أن تساعد في جلب النساء إلى القيادة وبحسب مكتب الرئيسة فإن المنتدى يقدم التدريب للنساء على المهارات القيادية وجلبهم إلى المناصب القيادية بالتقديم للدعم التدريبي لهم وتطوير ثقافة الاهتماد على ذات التعاون المتبادل بينهم ويجب الإيمان بأن المرأة التي أتيحت لها الفرصة للعمل يمكن أن تبرز أفضل ما لديها في المجال الذي انخرطت فيه وأطلقت الرئيسة سهلورك برامج حول تطوير مهارات المرأة على مختلف المستويات لتمكين المرأة وإعادتها لتشغيل المناصب القيادية وأن القيادة السياسية النسائية هي شبكة عالمية للقيادة السياسية النسائية تتمثل مهمتهم في ذيادة عدد النساء في المناصب السياسية القيادية وتوفر القيادة السياسية النسائية منطة لتبادل أفضل الممارثات والأفكار والخبرات بينهم أكد رئيس الوضراء الدكتور أبي أحمد أن أولئك الذين يزعمون أن الحكومة تستخدم المجاعة في ولاية تيجري لأغراض سياسية يستخدمون خبرتهم ودعايتهم الكاذبة في عام 1977 عندما كان هناك جفاف في الجزء الشمالي من البلاد استغل المجلس العسكري والقوة الأخرى وحتى عام 1977 لم يكن للجبهة الشعبية لتحرير تيجري أي مدينة أو منطقة تابعة لها ولم يأخذ معركة ولم تكن جبهة الشعبية لتحرير تيجري تشكل مصدر غلغ لنظام الدرق العسكري البائد بل نظام الشعبية ومع ذلك عندما كانت هناك المجاعة وتوجهت القوات التي أرادت سقوط نظام الدرق لفتح ممر عبر السودان إلى الفحراء وبذلت جهودا متضافرة ولم تقوى الجبهة الشعبية لتحرير تيجري إلا في عام 1981 عند سيطرتها على مدينة شيري ليس فقط المجلس العسكري ولكن أيضا القوات التي جاءت بهذه الفكرة وجهت المجلس العسكري للإطاحة بنظام الدرق لكنها كانت غير قادرة وقال إن أكثر من 200 منظمة إنسانية ووسائل إعلام أجنبية تعمل في تيجري اليوم والوصول مفتوح في العديد من الأماكن وهناك منطقتين فقط كتحدي للوصول إليها ولكن بمرافقة قوات الدفاع الوطني لم تم التوصل إلى هاتين المنطقتين بالمساعدات الإنسانية ولكن مثل هذه الجهات الكاذبة لا تستطيع الوصول إلى هدافها إلا بمثل هذه الشائعة الكاذبة أجرى نائب رئيس الوضراء ووزير الخارجي الأثيوبي دم كما كنا محادثات مع الوزير الخارجي الروسي سيرغي لافروف حول مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك رحمة محمد لديها المزيد في كلمته الافتتاحية قال وزير الخارجي الروسي سيرغي أن بلاده تقدر الحوار السياسي المنتظم وعالي المستوى مع أثيوبيا والقارة الأفريقية ككل وأشار إلى أنه تم التوصل إلى اتفاقيات رئيسية بين روسيا وأثيوبيا في إطار القمة الروسية الأفريقية في سوتي أكتوبر 2019 وبشأن الانتخابات العامة قال إنها أجريت بطريقة سلمية وستعلن نتائج الفرز وفقا لبرنامج مجلس الانتخابات وفي حديثه عن سد النهضة الأثيوبية الكبير أشار دمك أن أثيوبيا ستواصل الالتزام بعملية التفاوض التي يقودها الاتحاد الأفريقي كما تحدث الجانبان عن الخلاف الحدودي بين أثيوبيا والسودان وقال نائب رئيس الوزراء أن السودان استغل الأزمة في إقليم تيجراي كفرصة للتوغل في الأراضي الأثيوبية وأن تحرك السودان ليس فقط غير قانوني ولكنه أيضا عمل غير أخلاقي كما أعلن نائب رئيس الوزراء أن أثيوبيا مستعدة لاستضافة المنتدى الأفريقي الروسي في أديس أبابا العام المقبل وأثناء على الدعم الروسي لأثيوبيا معتبرا أن الشعب الأثيوبي وحكومته يقدران دعم روسيا المستمر والالتزامها بسيادة أثيوبيا وأشار إلى أن مشاركة روسيا في الانتخابات الوطنية السادسة كمراقب يعكس العلاقة الطويلة والتاريخية بين البلدين مضيفا أن بلاده راضية عن الانتهاء السلمي للانتخابات وقال أن روسيا تؤمن بضرورة تعزيز المفاوضات للجارية تحت رعاية الاتحاد الأفريقي بشأن سد النهضة وروسيا مهتمة بتقديم الدعم الفني اللازم وقال أن روسيا لا تدعم أي تدخل في الشعون الداخلية لأثيوبيا مؤكدا أن مجالات التعاون بين البلدين ستستمر في التعزيز كما أعرب سيرجي لافرو عن تقديره لموقف أثيوبيا لاستعدادها لاستضافة المنتدى الأفريقي الروسي في أديس أبابا العام المقبل وتعهد الجانبان بتقوية العلاقات الثنائية وخاصة في مجال التعليم وبناء القدرات والعلوم والتكنولوجيا كانت المناقشة بين الجانبين مثمرة وانتهت من تأكيد التزامهما بمواصلة العلاقات التاريخية بين أثيوبيا وروسيا في مختلف المجالات قال المتحدث باسم الوزارة الخارجية السفير دينا مفتي بأن أثيوبيا ستعمل على إعادة جميع الأثيوبي المواطنيها العالقين بمراكز الاحتجاز في المملكة العربية السعودية وأطلع المتحدث باسم الوزارة الخارجية في الإيجاز الصحفي الإسبوعي على الأعمال والبعثات الدبلوماسية والوضع الحالي والانتخابات العامة والتي اختتمته مؤخرا وقال السفير دينا إن وفدا إثيوبيا يتوجه إلى المملكة العربية السعودية ويتشاور مع المسؤولين في المملكة لتسهيل عودة المواطنين في أثرع وقت ومؤكدا التذام الحكومة الإثيوبية بإعادة جميع مواطنيها في غدون إسبوعين كحد أخصى كما أكد السفير دينا مفتي بأن العملية الانتخابية كانت سلمية ومنظمة وذات مصداقية وحظيت بتقدير كل من المراقبين المحليين والدوليين بما في ذلك بعثة الاتحاد الأفريقي لمراقبة الانتخابات وأفاد السفير دينا بأن وفد برئاسة نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية دمك مكونن بزيارة إلى دولتي الإمارات وروسيا وأضاف بأن وزير الخارجية دمك مكونن ونظيره الروسي سارجي لافروف اتفق على تعزيز العلاقات بين إثيوبيا وروسيا قالت وزيرة السلام سيدة مفرحة كاميل غد رأينا بوضوح أمالي وتصميم الشعب الإثيوبي في عملية الانتخابات مضيفة إن الانتخابات ذرعت بذور الديمغراطية في إثيوبيا وليس كما أراد الأعداء ولكن كما أراد الشعب وقامت وزيرة السلام بتغييم العملية الانتخابية الوطنية السادثة منذ مرحلة ما قبل الاختراع وفقا للتقارير تبادلت الوزارة بالمعلومات مع مجلس الانتخابات عن طريق التكنولوجيا منذ عاشية الانتخابات وقالت وزيرة السلام مفرحات من التعاون والاستجابة السريعة لقوات الأمن على جميع المستويات خلال العملية الانتخابية كانت علامة على الإصلاحات الجارية في الشرطة وصل وفد رفيع المستوى برئاثة وزير المالية أحمد شدي ووزيرة النقل داقماويت موغاس ونائب رئيس ولاية الصومال الإقليمية مصطفى محمد إلى دولة أرض الصومال ولدى وصول الوفد إلى ميناء بربرة كان في استقبال الوفد رئيس أرض الصومال موسى باهي عبدي ومسؤولون حكوميون آخرون وبحسب المعلومات التي تم الحصول عليها من وكالة الإعلام الصومالية فإن الوفد سيشارك في حفل افتتاح صالة ميناء بربرة اليوم أعرب تجمع الأمريكين السود في الكونغرس الأمريكي عن دعمه لاستمرار التعاون والمفاوضات السلمية بين الدول المعنية في مشروع صد النهضة وأضاف التجمع بأنه يجب أن تقوم هذه المفاوضات على أثاث المنفعة المتبادلة وحسن النية ومبادئ القانون الدولي وقال المجلس في بيان صدر يوم أمس الأربعاء بأن مشروع صد النهضة الذي بلغت تكلفته أربع مليار دولار سيكون له تأثير إيجابي في منطقة ككونه أكبر ثد لإنتاج الطاقة الكهرومائية في إفريقيا ويولد ما يقرب من ستة آلاف ميجاواط من الكهرباء وحث التجمع المجتمع الدولي على احترام اتفاقية إعلان المبادئ الثلاثية الموقعة لعام 2015 بين مصر والسودان وإثيوبيا والاستمرار في المحايدة مؤكدا بأن الاتحاد الأفريقي يلعب دورا أساسيا في العملية التفاوضية التقى السفير فوق العادة والمبعوث الخاص لجمهورية إثيوبيا لدى جنوب السودان السفير نبيل مهدي مع نائب رئيس جنوب السودان الدكتور جيمي سواني وتبادل وجهات النظر ذات الاهتمام المشترك وخلال الاجتماع أكد السفير على الحاجة إلى ذيادة تعزيز العلاقة التاريخية طويلة الأمد بين البلدين من خلال الاستثمار في المشاريع الكبرى التي تهدف إلى استفادة البلدين في شتى المجالات كما أكد على ضرورة مضاعفة الجهود لتحقيق خطة بناء الطرق السريعة وشبكات نقل الطاغ الكهربائية التي تربط بين البلدين كما أطلع السفير نائب والرئيس على الأوضاع الحالية في إثيوبيا والانتخابات الوطنية وقضية صد النهضة والنزاعات الحدودية بين إثيوبيا والسودان من بين أمور أخرى وأبدى السفير أن الاختطام الناجح للانتخابات يجعل إثيوبيا والأثيوبيين يفوذون أكثر من الأحزاب المتنافسة نفسها كما أطلع نائب الرئيس على مشروع التنمية الخضراء لإثيوبيا المتمثلة في ذراعة الشتلات في البلاد وفي الدول المجاورة بما في ذلك جنوب السودان ومن ناحية أخرى أعرب نائب الرئيس عن تقديره للخطة ووافق على تقديم الدعم اللازم وفيما يتعلق بصد النهضة أكد نائب الرئيس أنه من المتوقع أن يوفر ثد الكهرباء للمنطقة بأكملها بما في ذلك جنوب السودان كما أكد على الحاجة إلى الحل الودي للنزاع الحدودي بين إثيوبيا والسودان وهنأ شعب إثيوبيا على إجراء انتخابات سلمية ونذيها عقدت بعثة الاتحاد الأفريقي لمراقبة الانتخابات مؤطمر صحفيا حول الانتخابات الإثيوبية الثادسة لعام 2021 والتي تم إجراؤها يوم الاثنين الماضي وقال رئيس الوفد أوليسينجو باسانجو الرئيس النيجري السابق ورئيس البعثة التي تضم مئة مراقب في مؤتمر صحفي في أديث أبابا إن الانتخابات الإثيوبية أجريت بطريقة منظمة وسلمية وذات مصداقية وأكد رئيس البعثة أن العملية الانتخابية جديرة بالثناء من حيث القوانين والمعايير الانتخابية الدولية أطلع السفير فوق العادة والمبعوث الخاصي لإثيوبيا لدى فرنسا هينوك تفرع أعضاء مجلس الشيوخ الفرنسي على الانتخابات العامة الإثيوبية التي اختتمت مؤخرا وأطلع السفير هينوك سيدريك بيرين نائب رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والقوات المثلحة بمجلس الشيوخ والعضاء الآخرين بمن فيهم ميشيل كانفيت وأوليفيا سوكلوتي وفيفيت لوبيير عن الانتهاء بنجاح من عملية الاختراع وقال الأعضاء مجلس الشيوخ إن عملية التصويت كانت تاريخية وديمغراطية وأعرب السفير عن امتنانه للحكومة الفرنسية على دعمها لإثيوبيا في أوقات الشدة أقامت وزارة الخارجية الإثيوبيا في مقرها حفل توديع للسفير السريلانكي المنتهي أولاثه لدى إثيوبيا السفير سوجوشوار جونارتا وشكرة وزيرة الدولة للشؤون الخارجية السفير بورتوكانا يانو بهذه المناثبة السفير على جهوده المتميزة التي بذلها خلال فترة عمله والتي أثهمت في تعزيز العلاقات السنائية بين إثيوبيا وسيرلانكا كما تطرق النقاش بين الجانبين إلى الفرث التي توفرها شركات سيرلانكية للاقتصال الإثيوبي وبعض التحديات الملقوزة التي تواجهها هذه الشركات والتدابير المتقذة لمعالجة الغضايا في هذا الصدد ويوجد حاليا ما مجموعه ستة شركات سيرلانكية في إثيوبيا مع تصنيع الملابث كمجال استثمار رئيسي ومن جانبه قدم سفير سيرلانكا شكره وتقديره للوزيرة وجميع المسؤولين في إثيوبيا على التعاون المثمر الذي حظى به خلال فترة عمله في آديث أبابا متمنيا لإثيوبيا وشعبها مزيدا من التقدم والإذدهار والرخاء كما دع الهيئات ذات الصلاة في البلدين إلى إلاء الاهتمام الواجب لتطوير العلاقات في المجالات التجارية والاستثمارية بين البلدين التقى وفد إثيوبيا برئاسة مدير عامل شؤون القنصلية بوزارة الخارجية السيد مسفن شاو والسفير فوق العدل مبعوث الخاص لجمهورية إثيوبيا لدى المملكة العربية السعودية لين شوباتا مع وزير الدولة بوزارة الشؤون الخارجية بالمملكة العربية السعودية السفير تميم الدوسوري ومستشار الأمن الخارج بوزارة الداخلية السعودية اللواء جمعان الذهراني لمناغش السلامة وحماية حقوق الإنسان للإثيوبيين الذين يعيشون في المملكة العربية السعودية وإعادتهم إلى البلاد مع احترام حقوقهم كما تبادل الجانبان وجهات النظر حول كيفية تذهيل العودة الآمنة للمغتربين الإثيوبيين الذين يعيشون هناك وفقا للثفارة الإثيوبية في الرياض وبعد المناقش اتفق الجانبان على البدء قريبا في العودة التطوعية للمهاجرين الإثيوبيين الذين ليس لديهم وثاق من خلال ضمان ثلامتهم وكرامتهم كما قام الوفد برفقة السفير لين شوباتة بذيارة الإثيوبيين المحتجزين في مراكز الإيواء بالشميثي بمدينة جدة في المملكة العربية السعودية أجرى السفير سيراج راشد محادثات مع مسؤول تنمية الغابات في كينيا جوليت كاماو حول رغبة الثفارة الإثيوبية غرث مليون شتلة في كينيا وشكر السفير سيراج الحكومة الكينيا لقبولها طلب الحكومة الإثيوبية لتنفيذ حملة البصمة الخضراء في كينيا وقال سيراج بأن حكومة إثيوبيا حددت المنطقة التي ستذرع فيها الشتلات وأن الوقت الآن مناثب لمباشرة لقرثها ومن جانبه قال رئيس تنمية الغابات في كينيا وأن بلاده ترحب بالمبادرة التي قامت بها الحكومة الإثيوبية ووفقاً للمعلومات التي تم الحصول عليها من الثفارة الإثيوبية في كينيا سيتم غرث الشتلات بعد الانتهاء من الاستعدادات اللاذمة في أوائل أكتوبر المقبل شاهدين الكرام قبل نهاية نشرتنا الأخبارية فلنذكركم بأهم العناوين رئيس الوزراء يؤكد بأن الجهات التي تتذعم بأن الحكومة تستخدم المجاعة في تجراء لأغراض سياسية بأنها إشاعات وخالية من الحقيقة المتحدث باسم الوزارة الخارجية يقول أن إثيوبيا ستعمل على إعادة جميع مواطنيها العالقين بمراكز الاحتجاز في السعودية شاهدين الكرام بهذا وانتعاد نشرتنا الأخبارية من التلفزيون الإثيوبي كنت معكم أفورك عن السواء إلى اليقاء